استكمالاً لموضوع معدلات التحميل بالوحدة السادسة المرتبطة بتخصيص التكاليف سبق في المحاضرة السابقة أن تكلمنا على محددات اختيار معدلات التحميل وأنه أن فيه أربع محددات أساس التحميل واختيار مستوى النشاط وتضمين أو عدم تضمين التكاليف السبتة وأنه ممكن يكون فيه معدل واحد على مستوى المصنع ككل أو معدلات عديدة على مستوى الأقسام ومنها نحدد أنواع مختلفة لمعدلات التحميل حيث يتوقف استخراج معدلات التحميل على ما إذا كان يتم على أساس فعلي أو على أساس تقديري كما يمكن استخراج معدل التحميل على مستوى المصنع ككل أو معدل تحميل لكل قسم على حدة كما يمكن استخراج معدل تحميل ثنائي أو مزدوج أحدهما معدل تحميل للتكاليف المطيرة وآخر للتكاليف الثابتة معدل التحميل لو استخدمناه على أساس فعلي يبقى معدل التحميل الفعلي بيسوي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية على أساس التحميل الفعلي ولا يمكن استخدام هذا المعدل إلا في نهاية السنة عندما تحدث التكاليف فعلا الفعلية ونستخدم الأساس الذي يستخدم فعلا في معدل التحميل التقديري اللي هو بيسمى معدل التحميل المحدد مقدما فيه ممكن نستخدم على مستوى المصنع ككل وممكن نطلع على مستوى كل قسم لو حبينا نحسب معدل التحميل المحدد مقدما على مستوى المصنع ككل يبقى البسطة عندي حيكون التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية للمصنع ككل على أساس التحميل التقديري طبعا هنا ما تنساش أساس التحميل الفعلي أو التقديري قد يكون واحد من المحدد الأول من المحددات تحديد معدلات التحميل اللي هو كان أساس التحميل المستخدم لو قد يكون ساعات العمل المباشر، ساعات العمل آلي، تكلفة المواد المباشرة، تكلفة الأجور المباشرة التكلفة الأولية معدل التحميل التقديري على مستوى كل قسم إنتاجي ينطلب مننا نحسب معدل تحميل لكل قسم إنتاجي حيبه هنا البسطة عبارة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية للقسم الإنتاجي على أساس التحميل التقديري إذا كنا بنجيبه على مستوى مزدوج متغير وثابت يبقى حنجيب معدل تحميل التكاليف المتغيرة التقديرية لوحدها يبقى البسط هنا التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة التقديرية على أساس التحميل التقديري ومعدل تحميل التكاليف الثابتة التقديري يبقى يكون البسط هنا التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة التقديرية على أساس التحميل التقديري